مهندس عامل فرورة فندم اللي احنا بتدينا تجهيز البنية الفنية للمركز من خوادم ووسائل تخزين واجهزة شبكات بحيث يبقى قادر على تنفيذ فكرة العمل اللي هي فكرة تجميع البيانات من مصادرها المختلفة زي مراكز البيانات المختلفة بعض الصناعات المختلفة زي بيانات الحركة للصادرات والوردات اللي جاية من المواني بيانات المنظومة الصحية بيانات التشغيل لمنظومة النقل بيانات الطاقة في الكهرباء والبترول وبيانات التعافي من الكوارث الموجودة في مراكز السيطرة على مستوياتها المختلفة المركز فندم بيتم بيقوم بتجميع البيانات من خلال شبكات الألياف الضوئية أو من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع والخامس اللي بتوفرها الشبكة الوطنية اللي بعد ما يتم التجميع فندم في المركز بيقوم مركز باستخدام منصات الزكاة بالصناعي ومنصة تحليل البيانات الهائلة بمعالجة البيانات ووضعها في صورة تصلح للاستخدام سواء كانت على صورة مؤشرات بتحسن دورة العمل داخل المؤسسات الحكومية أو في صورة توصيات لمتخز القرار المحور الثالثة فندم اللي احنا اشتغلنا فيه برضو على التوازي هو بناء القدرات البشرية علشان يتكونوا قادرين على إدارة العمل داخل المركز وبالذات ان دي تكنولوجيا حديثة لسه داخل مصر وداخل شمال أفريقيا ضربناهم على ثلاث مراحل مرحلة تدريب نظري وعملي ثم تعايش في بيئة تشغيلية مشابهة للبيئة اللي احنا موجودين فيها المحور الرابع باستلال الكوادر البشرية اللي تم تدريبها والقدرات الهائلة للمركز تعاوننا مع أكتر من جهة علشان نطلع بمخرجات تحقق الأهداف بتاعة هذه الجهات في استخدام القدرات الهائلة اللي موجودة في المركز ونجحنا فعليا في الجينوم ده سيادتك أثناء التفقد سيادتك هتشوفه وبعض الخدمات الأخرى برضو موجودة المحور الخامس والأخير هو اللي أنا عشان خاطر أقدم الخدمات لك اللازم فيه تنظيم للعلاقة بيني وبين الجهات المستفيدة وبناء عليه احنا عملنا مقترح لسياسات تنفيذية وسياسات الاستخدام بتاعة الحسابة السحبية اللي هي موجودة أمام سيادتك هي دي فن فدي فيها الشرح التفصيلي لكل سياسات الاستخدام والتنفيذ للحسابة السحبية أرابن سيادتك يعني تحتمر سيادتك وسيادتك تتفقد الخدمات الموجودة فن مهندس عبد المنعم راشد مركز الحسابة السحبية البيون هعرض على سياساتك فندم ايه هو مركز الحسابة السحبية البيون وبيتكون من ايه وايه الخدمات اللي بيقدمها المركز هو أول سحابة وطنية مصرية بتجمع بين مراكز البيانات التابعة للوزرات لتحقيق أكثر استفادة من البيانات وده هيساعدنا على سرعة التحول الرقمي بأحدث التقنيات المركز متقسم لثلاث قطعات هما السي والجي والبي لتقديم الخدمات الأكثر خصوصية والخدمات الحكومية وخدمات للمواطنين المركز بيقدم خدمات بنية أساسية مختلفة من حسابة وتخزين وشبكات وقواعد للبيانات ومخزن للبيانات الضخمة بالإضافة للخدمات الأكثر تطوراً زي خدمات الزكاء الاصطناعي وخدمات تحليل البيانات الضخمة وهنعرض على سيادتك أمثلة عملية لبعض التطبيقات خلال المعرض المركز وفر لنا مميزات جديدة فندم ما كانتش موجودة قبل كده أول وأهم ميزة أن المركز قادر يستضيف بيانات وتطبيقات الهيئات والوزرات ده هيخلينا نقدر نعالج ونحلل البيانات دي بخصوصية وإدارة مصرية بدلاً من اللجوء لسحابة خارج مصر بالإضافة فندم قدرت أعمل تبادل البيانات بين الوزرات بشكل أكبر بقى عندي وحدات تخزين ضخمة قدرت أستفيد من خدمات الزكاء الاصطناعي وبنستخدم أحدث آليات التأمين الصيبرون طبقاً لتوجهات سيادتك فندم تم الانتقال من مراكز البيانات النمطية لتكنولوجيا الحاسبة السحابية فكان بيواجهنا بعض الصعوبات والمشاكل في مراكز البيانات النمطية مركز الحاسبة السحابية حلها أول حاجة فندم أن المستخدم قدر يتحكم في الموارد بتاعته زي وحدات التخزين ووحدات المعالجة والخوادم عن بعد ويزودها ويقللها بطرية أقلية وبسهولة على حسب استخدامه قدر تعمل مشاركة لمنصات الزكاء الاصطناعي والموارد على جميع المستويات بقيت بقى أقل عدد من المعدات والخوادم أحقق منها أقصى استفادة واستغلها لاستغلال الأمثل وده بالتالي أقلل التكلفة بقى عندي أنواع حاسبة متنوعة اللي بتعتمد على أحدث تكنولوجيا المعالجات زي الجي بيو والإم بيو الجي بيو هو معالج قوي بنستخدمه في العمليات اللي محتاجة قدرة عالية في المعالجة زي التطبيقات الهندسية وإحنا استخدمناها بالفعل في مشروع تحليل البيانات الوراثية والإم بيو هو معالج قوي بنستخدمه في تطبيقات الزكاء الاصطناعي عشان أقدر يا فندي محقق كل اللي أنا عرضته على سيادة تكمل خدمات وتطبيقات بيقدمها المركز كان لازم نعتمد على بنية تحتية قوية تضمن للمستخدم جودة واستمرار الخدمات اللي احنا بنقدمها عشان كده تم الاعتماد على شبكة ألياف ضوئية بساعة 400 جي جابت بتربط مركز الحوسبة السحابية بمراكز البيانات المختلفة للوزارات والهيئات شبكة عالية الاستقرار وبتقدم خدمة بلا انقطاع وبتعتمد على نظام تشغيل وسيانها الزكي أيها أمرا فندي شكرا مهندس ياسر محمد شلبي فندي مركز الحوسبة السحابية يديرنا فندي من خلال خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقات الزكاء الاصطناعي نحن نسمى منصات لتبادل ومشاركة البيانات الضخمة بين الوزارات والجهات الحكومية وكان الهدف منها فندي هو دعم التحول الرقمي وتحسين البنية التحتيار الرقمية فندي وحكمة البيانات وبالتالي تعظيم كميتها فندي وتعزيز القدرة منها فندي لمساعدة المسؤولين في اتخاذ القرارات ووضع الخطط الاستراتيجية على سبيل المثال فندي تم تصميم منصات لتبادل وتحليل البيانات لبعض الجهات الحكومية كانت بغرض فندي تجميع المنظومات والبيانات والاحصيات على منصة واحدة وبالتالي التغلب على المشكلات اللي كانت موجودة فندي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين دلوقت فندي من خلال خدمات الحسابة السحابية نقدر نمكن الجهات والهيئات من مشاركة بياناتها مع الجهات المعنية سواء داخل الوزارة الوحدة فندي أو مع الوزارات المختلفة للوقوف على المؤشرات السلبية فندي وتحديد المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة بشكل علمي وضقيق وفي أسرع وقت ممكن وكمان فندي عن طريق تعميم وتطبيق النموذج ده من المنصات مع كل الجهات الحكومية والوزارات نقدر نساعدهم في حوكمة بياناتهم فندي ودعمهم في الإدارة والتشغيل والمتابعة وتقييم العاملين فندي وبالتالي ينعكس على المواطن في تحسين الخدمات المقدمة أي أن كان نوع الخدمة فندي كمان فندي بنقدر نربط مراكز البيانات في كل الجهات الحكومية والوزارات بمركز الحوسبة السحابية وبالتالي في حالة حدوث عطل مفاجئ أو مشكلة جاسيمة فندي في مركز بيانات وزارة معينة لأي سبب من الأسباب بنضمن فندي استمرار تقديم الخدمات بشكل طبيعي جدا وبدون تأثر وكمان نقدر نمكن البيانات فندي مراكز البيانات في الوزارات من استعادة بياناتها مرة أخرى وبكده فندي نقدر نوفر التكلفة المالية اللازمة أو نرشادها لبناء مراكز بيانات احتاطية لكل وزارة على حد أخيرا فندي عشان يتم تبادل مشاركة البيانات الضخمة بين الوزارات والجهات الحكومية كان لابد من وضع إطار عام وسياسة وضحة ومحددة لتنظيم وترتيب وإدارة البيانات واتباع المعايير الدولية فندي لتأمين البيانات بشكل كامل وتصنفها حسب درجة السرية والخصوصية فندي وده اللي قدرنا نعمله فندي في المركز بالفعل شكرا فندي تحتمس مهندس عبد محمد مركز الحوثابة السحابية استخدمنا فندي البنية الأساسية للمركز وإمكانيات شبكات مختلفة لبناء وتنفيذ المنصة الرقمية لإنتاج تطباط الزكاية الاصطنوعية كان هدفنا فندي أن نعمل توطين لتكنولوجيا الزكاية الاصطنوعية وده تم من خلال التعاون المشترك بين فريق العمل المصري وبعض الشركات الأجنبية وتم بناء المنصة مرورا بتلات مستويات المستوى الأول لأن احنا فندي مستخدمنا منصة تطوير الزكاية الاصطنوعية بالأدوات المختلفة الموجودة فيها ومعالجات مخصصة للزكاية الاصطنوعية لبرمضة وتنفيذ بعض الخدمات المصرية زي التعرف على اللهجة المصرية وده نموذج فندي مدربناه على اللهجات للمحافظات مصر المختلفة نستخدمه في مراكز الاتصال وفي التطبيقات الأخرى تحليل فيديو يا فندي من الزكاية الاصطنوعية ونفذنا نموذج للإدراك الجغرافي وتصاميم سلاسية الأبعاد وحاليا يا فندي بننفذ نموذج لإدارة المحتوى بالزكاية الاصطنوعية بديل تطبيقات شات جي بيتي للظهرة الفترة الأخيرة وحصل فيها طفرة بنضربه من خلال المعلومات المصرية ومصادر المعلومات المصرية ويتم معالجة اللغة باستخدام خوارزميات الزكاية الاصطنوعية لمعالجة اللغة لتنفيذ النموذج الهدف يا فندي من النموذج تجنب التحيز والتوجيه الفكر الأجنبي لبعض المعلومات المغلوطة بالنسبة للمواطن المصر حفاظا على الهوية المصرية ونقدر يا فندي من نستخدمه في بعض الصناعات للجهات المصرية المختلفة الخدمات يا فندي من اللي نفذناها ونقدر نستفيد منها في مجموعة من المنظومات زي التشغيل والإدارة الزكية للمركز وده فندي من تغلبا على مشاكل المراكز النماطية في عملية متابعة الأعطال والتغلب عليها وعرض المؤشرات الخاصة بدرجات الحرارة داخل المركز وبالتالي يا فندي من نقدر نستفيد من الزكاية الاصطنوعية للاستخدام الأمثل لأنظمة التبريد منعا للكوارث كمان يا فندي من استفادنا من خدمة الإدراك الجغرافي وتصميم سليسية الأبعاد في منظومة إدارة وتشغيل المدن الزكية وده فندي من نموذج طبقناه على حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة المنظومة فندي بتدعم متخذ القرار في متابعة التطورات والتحديثات المختلفة داخل المدن وكمان يا فندي بتقدر تتابع المخالفات زي البناء الغير قانوني والتأثير على الرقع الزراعية ونقدر يا فندي من استفيد من منظومة ومنطبقها على المدن الأقصر احتياجا للنعدام المخالفات كمان يا فندي من طبقنا المنظومة على مدينة سانت كاترين وفي النموذج يا فندي بيوضح التغيرات اللي تمت من سنة 2018 إلى سنة 2023 باللون الأزرق الإنشاءات القديمة وباللون الأحمر التحديثات اللي تمت على مدار الوقت كمان يا فندي استفادنا من خدمة تحليل الفيديو بالزكاية الاصطناعية في المنظومة الزكية المرابعة تغلبا على مشاكل المنظومات النمطية زي يا فندي من الأخطاء اللي بتسبب فيها العمل البشري في تحديد المخالفات والحوادث داخل المدن والتكلفة العالية يا فندي لتحديث أنظمة الزكاية الاصطناعية للكاميرات النمطية فتم التغلب من خلال ربط الكاميرات النمطية اللي موجودة عند الجهات المختلفة بمنصة تحليل الفيديو بالزكاية الاصطناعية بالمركز كمان يا فندم نقدر نستفيد من المنظومة في البحث عن المخالفات الموجودة في الفيديوهات اللي تم تسجيلها وده فندم نموذج المخالفات وجود جمعات كمامة في الشوارع في المدر وأخيرا يا فندم استفادنا من منصة تحليل الفيديو بالزكاة الاصطناعي في تحسين معدلات الأداء بمطار القاهرة الدولي من خلال دمج المنصة مع خدمات الجيل الخامس وده فندم بس مباشر من مطار القاهرة باعتباره ده فنم بس مباشر مطاري القاهرة لمتابعة الأعمال باعتباره أول موقع يجمع ما بين قدمات الجيل الخامس والحوسبة السحبية وتحليل البلان أي أمر فانت